في حسابات المكسب والخسارة استعجلت لدارة الأمريكية الحالية انهاء حرب العشرين عاما في أفغانستان وبانسحاب القوات الأمريكية من هذه الساحة بحلول الذكرى العشرين لأحداث الحادي عشر بسبتمبر كما هو مقرر ستتمكن قيادة السلاح المشاف القوات المسلحة الأمريكية من توفير نحو أربعة مليارات دولار في الشهر وفق الجيش الأمريكي وفي أرقام أفاد بها مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لسكاي نيوز عربية كلف انتشار القوات الأمريكية في هذه الساحة منذ أكتوبر 2001 أكثر من تريليونين وثلاثمائة مليار دولار فيما كلف الأمر دافعي الضرائب الأمريكيين نحو تسعة وعشرين مليارا في السنة دون احتساب مصاريف عمليات مكافحة درهاب دعم قوات الأمن الأفغانية وبانسحاب القوات الأمريكية يتوقع أن يتمكن البنتاجون من توفير أكثر من تسعمائة وسبعين مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير قدرات القوات المسلحة بمختلف فروعها وفقا لتقديرات البنتاجون فأن نسبة الانسحاب في مايو المنصر تجاوز الثلاثين في المئة كما فادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بأنها سلمت وزارة الدفاع الأفغانية السيطرة على ست منشآت أي أن العملية تمضي بالشكل المخطط له لكن أوساط أمريكية عدة تعارض بشدة هذا الانسحاب تحسبا لاستغلال الحركات الإرهابية للفرغ اشتركوا في القناة